هنبدأ إن شاء الله في شابتر 2 الفيكتورز أو علم المتجهات أول بوينت تعلينا الكوردنيت سيستم أنظمة الإحداثيات نستعملها لتحديد موقع نقطة في الفراغ الكوردنيت سيستم consist of فكسد ريفرانس بوينت كالذي أورجين ليا نوت الأصل سبسيفيك أكسيز ليا محاور الإحداثيات أول نوع عندنا من الكوردنيت سيستم اللي هو نظام الإحداثيات الكارتيزي أو الكارتيزيان كوردنيت سيستم also called rectangular coordinate system بتحد الموقع النقطة في الكارتيزيان كوردنيت سيستم بقيمتين قيمة للإكس بل تكون النقطة بقيمة الإكس خمسة وقيمة الواي تلاتة حيث تمثل قيمة الإكس بعض النقطة عن محور واي وتمثل قيمة الواي بعض النقطة عن المحور اكس البولار كوردنيت سيستم تاني نظام في الإحداثيات اللي هو نظام الإحداثيات القبلي بنحدد موقع النقطة في المستوى اكس واي أيضا بقيمتين لكن قيمتين مختلفين أول قيمة بتمثل لي distance r from the origin in the direction of angle theta بعض النقطة عن الأرجن أو نقطة الأصل والزاوية theta مقاسة عقص عقارب الساعة من المحور اكس الموجب إلى الر بولار تو كارتزيان كوردنيت التحويل من بولار إلى كارتزيان هل ممكن أحول أو أحصل على الكارتزيان كوردنيت من البولار كوردنيت بنستعمل الright angle triangle الموضح في الشكل بلاحظ من الرسم أن cosine theta بتساوي المجاور الـ x على الـ water الـ r لو ضربت طرفين فوسطين هينتق لي أن الـ x بتساوي r cosine theta نفس الكلام sine theta بتساوي المقابل divided by r الـ water لو ضربنا طرفين فوسطين هحصل على الـ y هتساوي r sine theta وبالطريقة دي أقدر أحصل على الكارتزيان كوردنيت من البولار كوردنيت العكس كارتزيان تو بولار كوردنيت هل ممكن أحول من كارتزيان إلى بولار هنستخدم نفس الترينجل نفس المسلس إزاي أحصل على الزاوية سيتا سيتا بتساوي أو tan theta بتساوي المقابل على المجاور الـ y على الـ x الـ r اللي هو الـ water يساوي الجزر التربيعي لـ x تربيع زائد y تربيع من نظرية فيساورس يبقى كده أقدر أحصل على الزاوية ثيتا والـ r اللي هو بمثيل للبولار كوردنيت سيستم من الكارتزيان كوردنيت اللي هي قيمة الـ x وقيمة الـ y ملحوظة بيقول لي ثيتا مصت بي سي سي دابليو كاونت كلوك وايز ودي قلناها قبل كده أنها تقاس عاكس عقارب الساعة من المحور x هناخد مثال بسيط بيقول لي إذا كارتزيان كوردنيت of a point in the xy plane r x y يمديني قيمة الـ x دائما قيمة الـ x هي أول قيمة على اليسار وقيمة الـ y ثلاثة ونص واثنين ونص على الترتيب as one in the figure find the polar coordinates of this point حتى لو مش أعطيني شكل آه رحل المثال يبقى عاوزني أحصل على الـ polar coordinates من الكارتزيان كوردنيت زي ما استخدمنا نستخدم نفس القانون الر هتساوي x تربيعي زائد y تربيعي يبقى الجزر التربيعي 3.5 square plus 2.5 square ربع واجمع أخذ الجزر وطلع قيمة الر وطبعا بتكون بنفس الوحدة اللي هي المتر التان سيتا هتساوي y على x قيمة y 2.5 على قيمة x ثلاثة ونص كده بحصل على قيمة التان بستخدم الر حسبة أعمل shift بعدين قيمة التان ثم الأنصر الإجابة اللي عندي اللي حصلة أو اللي أنا حصل عليها من الإسمة أطلع قيمة الزاوية ثلاثة 35.5 درجة ملحوظة بسيطة هنا قبل ما تنقل لي الجزء القادم إن القانون ده صالح فقط لو النقطة بتاعتي في الربع الأول يعني x موجب وال y موجب إنما لو النقطة بتاعتي في الربع التاني أنا بقيت ثيتا عكس عقارب السعة فثيتا في الحالة دي بتساوي إيه؟ أو الزاوية هتساوي مية وتمانين ناقص ثيتا لو النقطة بتاعتي في الربع التالت الأكس سالب والي سالب الزاوية هتساوي إيه؟ مية وتمانين بلاس ثيتا لو النقطة بتاعتي في الربع الرابع الأكس موجب والي سالب يبقى الزاوية بتاعتنا هتساوي تلتمية وستين ناقص ثيتا يبقى الملاحظات دي أخلي بالي منها وأنا بحول من كارتيزيان إلى بولر ترجمة نانسي قنقر